السلام عليكم اليوم راح نكمل موضوع الكسور لرياضيات الصف الثاني الابتدائي طبعا احنا اخذنا بالدرس السابق شنو الكسور وقلنا وشرحناها ووضحناها بتجربة بسيطة اليوم راح نكمل الباقل اللي هو صف رقم 15 الحس العددي اكل يوسف 2 على 3 فطيرة ما الكسر الذي يمثل الجزء المتبقي طبعا احنا احنا شعدنا يوسف اكل فطيرة هاي الفطيرة قسموها الى خمسة اقسام واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يوسف اكل اكل اثنين على ثلاثة يعني اكل قطعتين واشقد بقى بقى ثلاثة اكل قطعتين من الفطيرة وبقى ثلاثة يكون هذا الحق التواصل بالقسم فطيرة الى خمسة اجزاء متساوي اطلب الى ابنك اين يخبرك عن الكسر الذي يمثله جزء واحد فقط من الفطيرة يعني راح تكون واحد على خمسة تكون واحد على خمسة تحول الاهدام يقول كسور الوحدة كاجزاء من المجموعة يمثل كسر الوحدة شيء واحد من الاشياء المتثل المجموعة يمثل كرة لون احمر وباقي ازرق بس هم ارجع احسبها يعني مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فالرقم خمسة راح نكتبها جوا اما الملونة اللي هي هاي حنكتبها فوق اللي هي الواحد يعني مثلا اقول كم كرة ملونة غير عن اللون اعتيادي مثلا هاي كرة واحدة بس وردي الباقي ازرق بس ارجع احسبها كم كرة عندي آني عندي خمس كرات وكم وحدة من بين هاي الكرات غير لون اللي هي وحدة فاكتب واحد على خمسة الحاجة اتحاول اقرأ الكسر الذي يمثله اللون بالاحمر واكتبه عندي هاي الكابسة وحدة على كم على اربعة هما اربعة بس وحدة بينهم مميزة اللوخ عندي هاي المقصات اش كم مقص ملون الاحمر واحد اكتب الاحمر واحد كم مقص احسب الاحمر هم ترى واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يعني اكتب واحد على ستة راح اكتبها عدل واحد على ستة عندي هاذا القلم واحد احمر واثنين سود راح اكتب واحد واحد اتنين ثلاثة نكتب هاي الشكل نحسبها واحد اتنين ثلاثة ولون لأمثل الكسر يقول 1 راح اختار لان هذا الاخضر يقول الفراولة ولو اللي هذي يقول 1 على 7 يعني كم فراولة هاي الوون واحدة هي الفراولة حمراء بس ان قلبتها خضراء يعني يقول 1 2 3 4 5 6 7 1 على 7 يقول 1 على 5 كم تفاحة راح الوين تفاحة وحدة يقول هنا يواحد على 6 كم موزة ألوين ألوين 6 موزة وحدة يقول ما الكسر هاي حليناها كمنا ما الكسر الذي تمثله كرة واحدة من بين 6 كرات كرة أقول واحد على 6 هالشكل ما الكسر الذي تمثله كرة واحدة من بين 6 كرات اللي هي واحد على 6 أتمل هنا رقام 7 اللي هي صفحة 153 أنا حلها صفحة 152 وحلها صفحة 153 أقرأ الكسر الذي ومثله شيء الملون بالأخضر بقى عندي واحد أخضر والباقي برتقالي راح أكتب واحد أحسب الأخضر وياهم ترى 1 2 3 4 5 يعني 1 على 5 عندي هاي الشمسيات وحدة خضرة وكم شمسية عندي 1 2 3 4 يعني أنا أحسب كم شمسية عندي وياهم المميزة بيهم وأكتب عندي هاي القبعات عندي قبعة وحدة خضرة عندي عدد من القبعات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عندي 9 قبعات وحدة بيناتهم مميزة اللي هي الأخضر فاكتب المميزة 1 على 9 أقول ولو اللي أمثل الكسر عندي 1 على 3 راح أجي أكمل باللون وين اللون؟ أقول ولون عندي لون الكسر 1 على 3 راح ألون 1 بس 1 على 5 راح ألون 1 بس هذا مميز والباقي غير شكل تريدون نتلونوهم بس لون مختلف عادي يعني مثلا هسا أنا هذا أخضر خلي أخذ مثلا لون غير لون خلي أخذ أحمر البرتقالي عفو هناك مثلا أريد أسوي هذا برتقالي أسوي وهذا برتقالي أسوي هذا حتى يتميز إنه هذا 1 على 3 أكمل 1 على 7 مستطيل 1 أمثل خلي نسقل مستطيل 1 نجمات 1 على 8 راح ألون وحدة تريدون لونوها عادي ماكو أي شيء 1 على 9 راح أملون 1 بس يقول أكل يونس موزة واحدة من صحن العفو يحتوي على ثمان موزات مالكسر الذي تمثله الموزة الموزة التي أكلها يونس يونس أكل موزة من صحن بيه 8 موزات هو 8 موزات بس أكل واحد أشقدها راح أكل واحد على ثمانية هذا الكسر اللي مثلا اكتشف الخطأ تقول ساميرا إن الكسر الذي يمثله باعه هنا يا ساميرا هاجد التحشي خانشوف خطأ مهوينها تقول ساميرا إن الكسر الذي يمثله القلم الأحمر هو 1 على 4 اكتشف خطأ سامير شوفوا إحنا من قلنا إنه إحنا مثلا أريد ميز إحنا عدنا أقلام مجموعة أقلام بس واحد بناتهم مميزي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة هما خمسة أقلام بس واحد لونة أحمر والباقي أصفر فش راح يقول هما خمسة فراح أقول واحد على خمسة إنه جوابها غلط بس هنا راح أحسب القلم الأحمر هم ضع ستة معالق في صحن واطلب إلى ابنك أو ابنك من يخبرك عن كسر الذي تمثله معلقة واحدة فقط فحقول واحد على ستة أول شي هذا كملنا هذا الحل نكمل إن شاء الله درس جاي باقي الموضوع وراح نكتب واجبنا صفحة مية وثينة وخمسين خلي نكتبها بالدفاتر أو نحب اللون بألوان ماكو أي إشكال صفحة مية وثلاثة وخمسين صفحة مية وثينة وخمسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته